فعم شوفك انت تركت اشي معين تركت شخص معين علاقة معينة لانك فيه فيه امنية بدك تحقيقها ممكن تكون امنية بخصوص الشغل ممكن تكون امنية بخصوص شخص اخر معين يعني ممكن تكون تركت شخص او تركت علاقة من اجل شخص معين لانه دستار عندك فانت في عندك امنية في عندك اشي معين انت عم تسعى الى تحقيقه بالنسبة لحبيبك او شخص اللي عم تتعامل معه عم شوفه ممكن عم يستخدم طرق معك فيها شوي من التلاعب او مش عم يحكي للك الحقيقة كاملة لانه هالكارت هو بالتاروت هو الثيف او هو اللص فهالشخص عم يساوي اشي حاليا مفروض هو ما يساوي ممكن يكون عم يتجسس او عم يراقبك او عم يتطلع على اخبارك اشي طاقة كتير طاقة غير مباشرة طاقة الشخص اللي عم تتعامل معه بالذات مع ورقة بالذات مع يعني ثلاث الكروت هدولا ببينه انه الشخص حاليا في حالة هدوء تام ممكن انت مش عم تعرف انه اي اخبار وهو بده اصلا هيك بده يكون في حالة هدوء تام عم شوف طاقة غير مباشرة عم شوف ايضا تحكم تحكم قوي جدا بالمشاعر او حتى بالقرارات هالشخص ممكن يكون حاليا اوبسست او مهووس بانه يسيطر على جانب من العلاقة او على تحرك هالعلاقة بينك وبينه يعني عم شوفه في عنده هدف وفي عنده نقطة معينة ويعني مستعد يساوي اي اشي مشان يوصل الى 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 هالنقطة او الى تحقيق هالنقطة مبين انه الشخص اللي عم تتعامل معه اه برغم انه الطاقة يعني برغم انه انت برجك ناري انه شخص اللي عم تتعامل معه اه مثل كأنه ندك او مثل كأنه بيواجهك بها الطاقة شخص ايضا هو كتير ممكن يكون برج الحمل وممكن يكون شخص بالخارطة الفلكية عنده في كتير طاقة نارية بالذات اذا كان بالمشاعر ممكن يكون الفينوس او الزهرة لانه الزهرة هو اللي بيتحكم بالعلاقات العاطفية فهالشخص ممكن يكون الفينوس عنده او الزهرة عنده بالخارطة الفلكية برج ناري لانه عم شوف في تحكم وسيطرة على الوضع كتير شديد فممكن اه في اشي بينكم ممكن يكون ايضا عم يحاول يسيطر عليك انه انت اه ما تترك العلاقة لانه عم شوف انه انت في عنده نية بانك تترك او نية الرحيل وهو في عنده نية الترويض او او بده يمشي الامور متل ما هو بده يعني انت بدك تترك وهو بده يمسك هون ايضا هاي بتتبع برج الاسد فهالشخص مبين انه هو ممكن يكون بالعلاقات العاطفية او بالمشاعر شخص كتير شخص بيحب يتحكم كتير بعلاقات والعاطفية شخص بيحس انه هو لازم يكون المسؤول اللي يقوم بالقرارات اللي يتخذ القرارات بغض النظر عن شو برجو هالشخص لانه ممكن يكون ممكن يكون شخص يعني عفوي ممكن يكون برجو حتى مائي ممكن تحس انه هو ما في عنده الطاقة النارية او الطاقة المتهورة ولكن تحت الرادار هالشخص يعني بالوجه الاخر او بالعقل الباطني او الطبقة اللي تحت هالشخص كتير متحكم فممكن للوجه الخارجي يبان العكس يبان انه انت لانه برجك ناري انت اللي فايري اكتر انت اللي حركي اكتر ولكن بس تيجي تحلل وتفتح الامور اكتر تشوف انه هالشخص من جوه شخص كتير بيحب السلطة بيحب انه يكون هو اللي مسيطر على الجانب العاطفي بالنسبة اه لخطواتك بالمستقبل عمشوفك مستني ممكن اه من هالشخص خبر او اه انت محطوط او راح تنحط في المستقبل اه بين خيارين او خطوتين او شيئين شيئين بدك تختار منهم قرار ممكن اه انت عم تحاول عم تفكر انه تضل مع هالشخص او تمشي في طريق اخر لانه انت مبين انه انت عم تفكر يا اضل مع هالشخص واضل في هالطاقة او انه في طريق اخر بيوفر لك العالم بيوفر لك بيوفر لك امنية انت عم تبحث عليها حاليا فانت عين على هالشخص وعين على الاشي بعيد المنال اللي بدك توصل له الامنية اللي بدك تحققها تكملة اللي بدك تمر فيها فبالمستقبل لسه عم شوفك اه رافض اه اي عروض عاطفية ولكن ممكن يكون فيه يصير فيه بينك وبين هالشخص التواصل لانه هالشخص عادة بيحمل رسالة من نوع ما او بيحمل اشي فيه نوع من التواصل فعم شوفك بالوضع العاطفي يعني بعواطفك الى انك رافض للوضع او رافض اي عروض حب عم تقدم للك بس البعض منكم اللي ما في بينكم تواصل او مش عم تحقوا مع بعض فيه بينكم طاقة انت عم تستنى تسمع من هالشخص وهو ايضا عم يستنى يسمع منك هالشخص بالنسبة بالمستقبل متل ما حكيت راح تنحط بموقف بدك تختار منه خيارين او بدك تختار بين شيئين بيختلف من برج اسد الى برج اسد انت بتعرف شو هو او راح تعرف شو هو الشيء اللي يعني راح تنحط خلاص بمفترق طريق اللابد منك من انك تختار قرار من نسبة لا طاقة الحبيب بالمستقبل عم يشوفو عم يمر كتير بتغيرات طاقته راح تكون فيها كتير من التغيرات عم يشوفو ايضا هالشخص كتير الفرنت طابعه بيتغير ممكن يكون برج مائي يعني ممكن يكون متقلب المزاج لانه عم يشوفو يعني بيتنقل بين العواطف او بيتنقل بين شو هو بيحس ممكن يكون على طريقة يعني هو مش مركز فيها يعني بطريقة طريقة اللاوعي اللي عنده هو ما بيعرف بس هو بمتقلب المزاج كتير وافكاره ومشاعره بتتغير كتير فاذا انت بتتعامل مع هالبرج او يعني بتتعامل مع الشخص اللي عم تتعامل معه بدك تكون فلكسبل بدك تكون مرن مع هالشخص انك تفهم تقلبات مزاج هالشخص لانه انبين بالمستقبل ايضا شو هلا طاقته الحالية عم شوفها طاقة كتير صارمة او كتير ثابتة او كتير هادية او عب عم يتحرك ببطء شديد تجاه اشي هو بده يحققه ولكن في المستقبل الامور بتختلف عجلة الحظ هون الامور دائما بتختلف فا راح ام شوفي بينكم راح يكون حديث صراحة لانه مبين انه انت وهو مش عم تقلي مش عم تحكوا مع بعض حاليا اتنيناتكم عم تطلعوا على بعض مستنيين الطرف الاخر يقوم بخطوة او يقوم بكلمة ولكن سلوبكم مع بعض كتير دفاعي بالزات الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير دفاعي بما يخص المشاعر يعني عم شوفك انت اوبن اكتر او منفتح اكتر ممكن تكون انت شخص روحاني اكتر من الشخص اللي عم تتعامل ايضا ممكن يكون في بينكم فرق السن لانه ممكن يكونها شخص اكبر منك لانه اوراقك انت اوراق صغيرة والاوراق اللي طلعت هون اوراق شخص كبير بالعمر شخص كتير قاسي فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه اكبر منك في العمر وبتحس انه العلاقة معه فيها كتير من الدسبلين او فيها كتير من الانضباط او هالشخص بيطالب كتير انضباط بالعلاقة يعني بيحب وكأنه يعني مثل مدرسة او اشي مثل هات يعني ما بيحب اي اشي شوي يكون مختلف عن المفروض اللي لازم تقدمه او اشي يعني بالملي هالشخص بيحاسفك بالملي وهو امشوف انه هو اصلا طبيعته هاك يعني مش بس انت يعني امشوف انه هو حتى مع نفسه بطاقته الداخلية مع نفسه شخص كتير ديسبلين مثل كأنه ضابط او شخص كتير صارم طيب بدنا نشوف اه التواصل اللي بينكم او شو رح يصير بالمستقبل بينكم لانه نبين انه فيه طاقة انتظار هون بينكم فبس بدنا نوضح فقط شو اه شو طبيعة التواصل رح يكون او هل رح يصير فيه تواصل او اذا انت مستني لخبر من هالشخص هل رح يجيك خبر من هالشخص لانه مبين انه انت مستني عم تنتظر حكي من هالشخص وهو ايضا عم ينتظر لانه هالطاقة مشتركة فبدنا نشوف شو رح يصير فيه تركيز اكتر على المادة عم شوفك انت مركز اكتر على المادة برغم انه انت مستني خبر من هالشخص الى انه افي رفض للعواطف او ممكن يكون هالشخص مش انت اللي بدك ياه يعني ممكن يكون هو يحاول اكتر من مرة يتقرب منك ولكن انت متل ما حكيت لك انت فيه شخص او فيه امنية بحياتك بعيدة عنك انت هاي اللي انت بدك تروح لالها فمش عم تشوف ممكن الشخص عم يحاول يقترب منك ولكن انت عم شوف هو يعني الصورة بس تشوفها على المدى الاكبر عم شوفك انت رافض هالشخص رافض الكونكشن من هالشخص بدك تبعد عن هالشخص لانه فيه امنية او فيه شخص انت بتطمح تكون معه او بتطمح تحققه فبالمقابل لانك عم تبعد عن هالشخص صار فيه هوس بالسيطرة عند الشخص اللي عم تتعامل معه وعم يحاول يقيدك عم يحاول يحطك في بوكس لانه ما بده العلاقة تنتهي الشخص اللي عم تتعامل معه وانت رافض 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 اي مشاعر عم تيجي من هالشخص يعني انا حزنت على يعني انا حزنت على الشخص اللي عم تتعامل معه لانه مبين هو برغم انه قاسي الى انه هاي هي اللغة الحب اللي عنده كأنه ما بيعرف يحب الا بها الطريقة ما بيعرف الا بطريقة السيطرة لانه اي اشي بيحبه بده يكمش عليه او بده يحطه في بوكس معين وانت بدك حرية عم شوف اكتر بدك بدك تنطلق بدك تروح الى مدى اخر فبدنا نشوف شو برج الاسد شو انت بدك تساوي لانه انا عم شوف الشخص هو عم بده عم يقدم لك عروض حب ولكن انت رافض عروض الحب فهو ما في عنده حل غير انه يستنى خبره منك او يستنى حتى تلميح او اشي منك انه انت ممكن تتقبل منه اي حكي امشوف هو اللي عم يرفض وراك وانت اللي عم بتصد هالشخص حبايبي برج الاسد بيتمنى القراءة تكون ساعدتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شار وسبسكرايب